موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاف في جامعة العلوم وتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح برنامج الشريعة والقانون مرحبا بكم لمشاهدة الحلقة السادسة من سلسلة الحلقات التعليمية لمقرر القانون الدولي والتي هي بعنوان الخيانات الأخرى والمسؤولية الدولية عزيزي الدارس يتوقع منك بعد متابعة هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية واحد تعرف مفهوم الكيانات في القانون الدولي العام اثنان تعرف مفهوم الفرد في القانون الدولي العام ثلاثة توضح أساس المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام أربعة تذكر حدود المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام خمسة تبين آثار المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة والتي هي بعنوان مفهوم الكيانات الأخرى في القانون الدولي العام عزيز الدارس يقصد بالهيئات الدولية تلك المؤسسات المختلفة التي تنشى عن جماعة من الدول على وجه الدوام للطلاع بالشؤون الدولية العامة المشتركة وهي منظمات عالمية ومنظمات إقليمية ووكالات متخصصة تستمد الهيئة الدولية وجودها واختصاصها من إرادة الدول الأعضاء وتتمتع الهيئة بالشخصية الدولية ولا بد من توفر الشروط الآتية واحد أن يكون للهيئة الدولية إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء اثنان أن يكون اختصاصات الهيئة محددة وفق ميثاقها التعسيسي المنشئ لها ثلاثة أن تعترف الدول الأخرى صراحة أو ضمنا بالشخصية الدولية للهيئة وذلك من خلال الدخول في علاقات مع الهيئة الدولية مثل عقد الاتفاقات وتبادل المضعوثين ويعترف القانون الدولي العام بالشخصية الدولية للهيئات الدولية وهناك معاهدات واتفاقات دولية تنظم كيفية ممارسة الهيئات لشخصيتها الدولية وسنوضح بعض الهيئات الدولية على النحو الآتي واحد الشخصية الدولية لهيئة الأمم المتحدة تعتبر هيئة الأمم المتحدة هيئة عالمية ولها كيان قانوني خاص بها وأهلية قانونية وشخصية دولية وقد أقرت محكمة العدل الدولية التأكيد على تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية الدولية في عام 1949 وأقر من ثاق الأمم المتحدة في المادة 105 أن الهيئة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة التي يتطلبها قيامها بأعبائها ووظائفها وتحقيق مقاصدها اثنان الشخصية الدولية لجامعة الدول العربية تعتبر جامعة الدول العربية من المنظمات الإقليمية التي تضم في عضويتها جميع الدول العربية وقد أكد ميثاقها على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية حيث نصت المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية على الآتي يتمتع أعظام مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئة الجامعة ثلاثة الشخصية الدولية للوكالات المتخصصة الوكالات المتخصصة عبارة عن منظمات مختلفة تنشأ بواسطة اتفاقات بين الحكومات وتطلع بمقتضى نظامها الأساسي بتبعيات دولية واسعة في مجالات عدة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتربية والصحة وقد اعترفت الأمم المتحدة لها بالشخصية الدولية في عام 1947 ميلادية ومنحتها امتيازات وحصانات تقارب الحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة كان ذلك مفهوم الكيانات في القانون الدولي العام والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مفهوم الفرد في القانون الدولي العام اهتم القانون الدولي العام بتنظيم العلاقات بين الدول وإلى جانب ذلك أو لا عناية خاصة لحماية الأفراد من تعسف المؤسسات ولضمان هذه الحماية تضمن القانون الدولي العام بعض النصوص التي تلزم الدول احترام بعض الحقوق الفردية أو تلزم الأفراد بمراعاة بعض الواجبات تجاه الدول وقد اختلف فقهاء القانون الدولي العام بشأن اعتبار الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي العام على مذاهب سنوضحها على النحو الآتي المذهب الأول المذهب التقريدي يرى أن القانون الدولي هو القانون الذي يهتم بشؤون الدول فقط ولا مكان للفرد بين قواعد هذا القانون المذهب الثاني المذهب الواقعي يرى هذا الفريق عكس ما جاء في المذهب التقريدي فهو يؤكد أن القانون الدولي دائما ما يهتم بشؤون الأفراد ولا يمكن أن يخاطب غير الأفراد غير أن القانون الدولي العام المعاصر يتضمن قواعد ومبادئ تشمل الفرد مباشرة بهدف حمايته أو بهدف معاقبته لارتكابه جرائم ضد الإنسانية أو ضد السلام العالمي وتكفل الفرد مراقعة المحاكمة الدولية والادعاء ضد الدول ومثال ذلك مأقرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من منح الفرد في الدول الموقعة عليها حق اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمقاضات دولته عند اتهاك حقوقه وحريته وهناك قواعد دولية تتعلق بالفرد منها واحد قواعد قانونية تتعلق بحماية حياة الفرد مثال لذلك الاتفاقية الخاصة بقمع جريمة الإبادة الجماعية والاتفاقات الخاصة بتحريم القرصنة وحضر استعمال الغازات السامة اثنان قواعد قانونية تتعلق بصحة الفرد مثل اتفاقية مكافحة تجارة المخدرات ومنع تعاطيها والاتفاقات الخاصة بمكافحة الأمراض والأوبية قواعد قانونية تتعلق بعمل وحياة الفرد مثل اتفاقية مكافحة الرقم وتجارة الرقيق واتفاقية الغاء السخرة واتفاقية منع التعذيب أربعة قواعد قانونية تتعلق بحماية فئات معينة من الأفراد مثل الاتفاقات الخاصة بالنساء والأطفال والعمال والأقليات واللاجئين والمبعدين والمعتقلين والمسجونين إلى غير ذلك عزيز الدارس كان ذلك مفهوم الفرد في القانون الدولي العام والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية نوضح من خلالها أساس المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام تعد المسؤولية الدولية الركيزة الأساسية لأي نظام قانوني سواء كان على صعيد الدولي أو الداخلي ويقصد بأساس المسؤولية الدولية المبدأ القانوني الذي يسرد إليه في إقامة المسؤولية على عاتق أشخاص القانون الدولي العام وقد وضع فقهاء القانون الدولي العام عدداً من النظريات عدداً من النظريات الفقهية التي تنظم أساس المسؤولية الدولية في العلاقات الدولية وسنوضحها على النحو الآتي واحد نظرية الخطأ تقوم نظرية الخطأ على أساس أن الدولة تسأل عن تصرفات رعاياها إذا تسببوا في خطأ لأن إهمال السؤال عن الخطأ يعود على الدولة ذاتها فأساس مسؤوليتها في مثل هذه الحالة يستند إلى اشتراكها في وقوع الضرر كنتيجة لتقصيرها أو إهمالها ومن عقوع التصرف الخاطئ الصادر عن رعاياها واعترض على هذه النظرية بأن الدولة شخص اعتباري ليس لها إرادة لتكون مخطئة أو مهملة في تصرفات الأشخاص وعن الشخص الاعتباري لا يمكن أن يكون مسؤولا عن عمل الغير أما النظرية الثانية فهي نظرية العمل غير المشروع تقوم هذه النظرية على أساس أن مسؤولية الدولة تنشأ من مجرد تسببها موضوعيا في انتهاك القانون الدولي العام ويكفي لتقرير مسؤوليتها نسبة الفعل غير المشروع إليها ثالثا نظرية المخاطر مثل مخاطر استخدام الوسائل التقنية المتقدمة على الصعيدين الداخلي والدولي تتأسس فيه المسؤولية المدنية على مجرد الضرر الذي يلحق المتضرر وإليك عزيز الدارس تعريفا بالمسؤولية الدولية وأركانها في القانون الدولي العام أولا تعريف المسؤولية الدولية حيث تعرف بأنها عبارة عن علاقة قانونية بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام ثانيا أركان المسؤولية الدولية ويشتلط لتوفورها وجود ثلاثة أركان هي واحد أن يكون العمل المسبب للمسؤولية منسوبا لأحد أشخاص القانون الدولي إثنان أن يكون العمل غير المشروع عملا دوليا ثلاثة أن يكون قد تسبب بضرر أحد أشخاص القانون الدولي العام ثالثا نسبة العمل إلى شخص دولي الشخص الدولي شخص اعتباري إذا مارس نشاطه على اعتبار أنه يمثل أشخاص طبيعيين بحكم المركز الذي يشغله كما يعتبر القانون الدولي العام الفعل منسوبا للدولة إذا كان صادر عن سلطاتها فكل فرد أو هيئة يمنحها القانون الداخلي اختصاصا تترتب المسؤولية الدولية نتيجة لتطرفاتهم رابعا الفعل الدولي غير المشروع يقصد به يقصد به الفعل غير المشروع دوليا الانتهاك للالتزام الدولي الذي تفرضه إحدى قواعد القانون الدولي العام كانتهاك الدولة لالتزام دولي بتصرف غير مشروع أو بعدم قيامها بعمل كان عليها أن تؤدي عزيز الدارس كان ذلك أساس المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام والآن ننتقل إلى الضرر في المسؤولية الدولية وسنوضحها من خلال الفقرة الآتية عزيز الدارس يعتبر الضرر الركيز الأساسية لتقرير المسؤولية الدولية فعندما لا يكون ضرر لا تكون مسؤولية ويقصد بالضرر المثاث بحق أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي وهو على أقسام الأول الضرر المادي يتمثل الضرر المادي بالمساث بحق من حقوق الشخص الدولي أو بحق رعاياه ويترتب عليه أثر ملموس وواضح كأن تدمر إحدى سفنه أو يقتل أحد رعاياه الثاني الضرر المعنوي يتمثل في المساث بشرف أو كرامة أو سمعة أو اعتباري الشخص الدولي أو أحد رعاياه وكذلك في الألم الذي يصيب الإنسان كالإهانة أو بمعنى آخر كل اعتداء على حق من حقوق الشخص الدولي ترتب عليه آثار مؤلمة وغير ملموسة الثالث الضرر المباشر أن يكون الضرر محلاً للتعويض الرابع الضرر غير المباشر يقصد به غالباً الضرر التابع لضرر آخر رئيسي عزيز الدارس كان ذلك عن الضرر في المسؤولية الدولية والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها حدود المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام عزيز الدارس تتحمل الدولة مسؤوليتها في حدود تصرف السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وسنبينها على نحو الآتي أولاً مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية تسأل الدولة عن تشريعتها عند مخالفة التزاماتها الدولية التي أبرمتها ومن ذلك مساءلة بريطانيا في قضية السفينة الألاباما لأنها سمحت لولايات الجنوبية في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية بناء السفن وتمولها في المواني البريطانية مخالفة بذلك قواعد الحياد التي تعهدت بالالتزام بها ثانياً مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية تسأل الدولة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عن أعضاء السلطة التنفيذية بما في ذلك كبار الموظفين مثل رئيس الوزراء والوزراء وصغار الموظفين وحدود مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية تشمل كل الأفعال سواء كان الموظف يعمل في حدود اختصاصه أو كان قد تجاوز هذه الحدود لأنه في كل الحالتين يعمل باسم الدولة ثالثاً مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية تسأل الدولة عن الأحكام التي تصدر عن محاكمها في إطار العلاقات والمعاهدات الدولية المبرمة رابعاً مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد تسأل الدولة عن أعمال الأفراد الذين لا يعملون باسمها ولحسابها وإنما بصفتهم الشخصية ومع ذلك فالمسؤولية عن هذه التطرفات تقوم على عاتق الدول إذا لم تبدل العناية الكافية لمنع هذه الأفعال الصادرة عزيز الدارس كانت تلك حدود المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام والآن ننتقر إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها آثار المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام عزيز الدارس إن الالتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدولي العام في إزالة الأثار الضارة هو التعويض ويتم بثلاثة طرق وهي التعويض العيني أو التعويض المالي أو الترضية وسنوضهها على النحو الآتي أولاً التعويض العيني يقصد بالتعويض العيني إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع العمل غير المشروع ومن أمثلة ذلك الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها بالقوة ثانياً التعويض المالي يقصد بالتعويض المالي دف مبلغ من المال يمثل أو يعادل ما أصاب المتضرر من أضرار مادية أو معنوية ويعتبر التعويض المالي من أكثر الطرق انتشاراً في مجال إصلاح الضرر ويتم اللجوء إلى التعويض المالي في حالة عدم القدرة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً قبل وقوع الفعل غير المشروع كما أن مقدار التعويض يقدر بحسب الوقت الذي يتم فيه التعويض أي أن التعويض المالي يجب أن يتضمن الخسارة التي لحقت بالشخص المتضرر وكذلك ما فات هذا الشخص من كسب ثالثاً الترضية هي التعويض المناسب الذي يمكن أن يكون معنوياً أو رمزياً ومن أشكال الترضية تقديم اعتذار رسمي أو التعبير عن الأسف لوقع الفعل المنشئ المسؤولية وتعتبر الترضية هي الأسلوب الأمثل في تسوية المسائل المتعلقة بالمسؤولية الدولية عندما يكون الضرر متعلقاً بالدول ذاتها عزيزي الداريس تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة التي تناولنا الآتي مفهوم الكيانات الأخرى في القانون الدولي العام مفهوم الفرد في القانون الدولي العام أساس المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام حدود المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام وأخيراً بينا آثار المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة نأمل أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل لقائبكم في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع تسوية النزاعات الدولية في القانون الدولي العام إلى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة